أهلاً وسهلاً وأهلاً بالناس الحلوة أهلاً بيك يا دكتور عمد في الناس الحلوة كالعادة تبهرني بشياكتك لا أتفضل بعد ما عندك يا دكتور عمد تلات أسئلة وربعاً تلات أسئلة هحطوهم في سؤال واحد متعلقين بجفاف العين أولاً مدى خطورة هذه المشكلة وانتشارها ده السؤال الأول قيمة الأطارات ونقدر نقول تأثرها المحدود والأحدث في هذه الحالة تلات أسئلة انتشار جفاف العين منتشر بشكل أكتر بكتير أوي ما احنا نتخيله الإحصائيات لسه ما بتدينيش أرقام دقيقة يعني يقال أنه هو حوالي أكتر من 200-300 مليون واحد على مستوى العالم بيعاني من درجة متوسطة أو شديدة من جفاف العين لكن في رأيي أنا الشخصي ممكن يكون أكتر من كده لأن في ناس كتير احنا بنشوفهم في إليادات بيكون لأي سبب أو آخر بيكون عندهم جفاف العين هو مش عارف أنه عنده جفاف العين عنده شكاوة معينة لكن هو مش فاهم أن الشكوة دي مرتبطة بجفاف العين فأعتقد نفس الكلام على مستوى العالم أنا رأيي أن هو من حوالي 80-90% من 70 على الأقل من المترددين على عيادات العيون في جمهورية مصر العربية بيعانوا من جفاف العين خطورتها هي مش خطيرة قد ما هي مزعجة يعني هي مش هتؤدي إلى العامة إلا في حالات ندرة أو إلى ما يحصل مثلا مشاكل في القرنية على سطح العين ودي حالات ندرة جدا فإحنا بنطمن السادة لمشاهدين لكن هي مزعجة من ناحية أن الإسلوب المعيشي أو الحياتي بتاع الشخص بيتأثر بيبقاش يعني بيستريح طول الوقت تخيل حاجة حاسس بكل غمضة عين بتحس بإحساس جسم غريب بتحساس بحرقان بشكة بتزيد في أوقات في الصيف تزيد مع تعرض لطائرات الهواء وتقل شوية في الشتاء بس إحساس مزعج وسخيف يفقد الشخص منه وتركيزه ويأثر على أداءه في العمل كمان يعني الجزء الثاني في السؤال للأطرة كابتها إيه؟ الأطرة هي الستاندرد وهي العلاج الأساسي لكن للأسف إحنا كنا فاهمين غلط كنا فاهمين أن الأطرة هي العلاج الأساسي لجفاف العين واكتشفنا بعد الكدوات إن مرضى كتير جداً بيستخدموا الأطرات مش مستريحين لسبب آخر ممكن جداً الأطرة تحتوي على مادة حفظة وتعمل التهابات على سطح العين فبالتالي بنحتاج نحن نغيرها بأطرة تانية من نوع تاني أو من مادة فعالة تانية أو من مادة أطرات ما فيهاش مواد حفظة ودي الموضة حالياً في الأطرات الحاجة التانية سعاد درجة جفاف العين ما بينفعش نحن نستخدم معها الأطرة الترطيب بس المريض سعاد بيستخدم أطرة الترطيب يمكن كل ساعة كل ساعتين كل ثلاثة تخيل حضرتك أنت قاعد كل ساعة بيحتاج تحط أطرة في عينيك فإحنا اتفق يعني علمياً دلوقتي إن هو خمس مرات في اليوم ده يعتبر يعني الحد اللي ماشي ممكن المريض يعني بنسميه مطيع معنا في استخدام الأطرة أكتر من كده ما عندناش مانع ممكن يستخدم الأطرة كل ساعة كل ساعتين بس هتأثر على أداؤه وحياته اليومية تخيل حاجة بيقولك كل ساعة بتحط أطرة في عينيك شيء مزعج جداً فهنا لو المريض بيستخدم الأطرات فترات بفريكونسي عالية أو فترات قصيرة كل شوية يبقى هنا عايزين وسائل مساعدة التطور فهمنا الليه جفاف العين فعرفنا إن الأطرة الوحديها لن تجدي نفعاً في أوقات كتير إحنا بيقول الأطرة دي في الحالات البسيطة من جفاف العين لكن الحالات المتوسطة والشديدة بنستخدم أطرات تانية تعالج جفاف العين ووسائل تانية مساعدة لأن جفاف العين دلوقتي ما بقاش مجرد جفاف ده التهابات مزمنة على سطح العين التهابات مزمنة إذن نخترب من محطة مهمة جداً استحدث العلم التكنولوجيا الطبية استحدثت أساليب بنسميها أساليب أخرى تكنولوجيا أساليب أخرى أو وسائل مساعدة مع العلاج الدوائي فمع الأطرات الترتيب في عند الأطرات تانية مضادة للتهاب لا تحتوي على الكورتزون موجودة دلوقتي حالياً ممكن نستخدمها لكن برضو زي ما قلت حقيقة الأطرات تساعد ما بتجديش فعايزين نراجع نشوف السبب الأساسي فلاقينا هنا في أسباب كتير جداً لجفاف العين ونحاول نعالج المشكلة من جدرها من أصلها فعندنا وسائل مساعدة وسائل مضمن الوسائل مساعدة إن ننسداد في القنوات الخلايا الدهنية اللي موجودة في حرف الجفن فدي ممكن نستخدم إحنا بفرشة معينة وإجراء بسيط جداً ممكن إحنا ننظف فتحات الخلايا الدهنية أو الزيتية اللي موجودة في سطح على حرف الجفن زي ما موجود في الفيلم هنا هو بحيث ندي فرصة أو تفرز الإفراص بتاعها على سطح الهين ده مهم جداً علشان المادة الزيتية اللي موجودة فيه الدموع بتحافظ على طبقة الدموع من التبخر تحمية من التبخر وبالتالي تدي فرصة إن المريض يشوف كويس وفي نفس الوقت ما يحسش بالخشونة ما بين سطح الهين والجفن عندنا وسائل تانية إن احنا نحافظ على طبقة الدموع فترة أطول نستخدم سدادات للقناة الدمعية والجديد دلوقت إن احنا نستخدم حاجة اسمها جلسات النبضات الضوئية عليها التركيز بنحاول نحن نحفز الخلية دي تفرز المادة الدهونية بصورة كافية وكمان بنحسن من كفاءة الخلية ده هنا الجلسات النبضات الضوئية والحصن الحظ على فكرة كل الإجراءات دي بتتعامل بتتعامل فيه العيدات مش محتاج المريض يروح إلى المستشفى خالص ما فيش أي ألم خالص مش محتاجة بنج مش محتاجة أطراب مش محتاجة حاجة خالص بنعملها والمريض بيبقعد زي ما حاج شايف كده ما فيش أي ألم على تعبيرات وشه ما بيحسش بأي ألم خالص بنخلص وطبعا لازم نتابع معايير السلامة التعايم طبعا بيتم بعد كل مريض من التاني عشان منعا لنقل العدوى ولا أي مشاجل تاني فالجديد في الجلسات إنه هو دي حاجة مستحدثة دلوقتي بتتنتشر نستخدمها دلوقتي في مجال العيون وبالمناسبة هي لها قصة هي أساسا زمياننا في الجلدية بيستخدموا هذا النوع من 94 يعني دي حاجة مش جديدة على زملائنا في الأمراض الجلدية مثل 1994 نزل في العالم 1994 كان بيستخدموا العلاج بعض الأمراض الجلدية شهر حاجة اسمها أكن روزاشيا أو سكين روزاشيا وبعد كده تكتشفوا إن المرض دول ما بيعملهم الجلسات عشان يعالجوا الجفون خاصة لما يكون فيه الوش أو فيه مشاكل في الجلد في الوش أو في الخدين لقيوا إن فيه تحسن في إفراز الدموع وكانوا بيشتكوا من جفاف العين أعراض جفاف العين لقيوا إن فيه تحسن في الشكوى بتاعتهم ده بالصدفة البحثة ففيه واحد نشر قال إن أنا عندي الجماعة دول أنا بعملهم حاجات بعالج بيهم حاجات في وشهم لقيت إن هما بطلوا يشتكوا من الحرقان اللي هو العرض الأساسي بتاع جفاف العين هنا اتخذت الفكرة بقى إن إحنا طب ما نوظف الأجهزة دي نستخدمها للجفاف العين للعيون وظهر منها أجيال جديدة مخصصة بس مش للجلد بقى للجفون للعين نفسيها علشان تحسن إفراز الدموع الجلسات دي بتدت تظهر للاستخدام تطبيقتها في العينين سنة 2002 تقريبا بس بتدت تعدد في كذا مراحل من التطور لغاية لمصلة 2021 و2020 عندنا أجيال متطورة جدا بعد أبحاث كتيرة جدا علشان نوصل لأحسن نتيجة ممكنة بعد هذه الجلسات اسئلة متعددة حول موضوع الجلسات بالنبطات الضوائية ضوائية عالية التركيز أولا هل هي مناسبة لكل لكل حياتي لناس اللي عملوا ليزك قبل كده عندهم جفاف بسبب الليزك يستفيدوا من الجلسات؟ ممكن يستفيدوا هو طبعا ده سؤال مهم جدا إنه هو الجلسات دي مش لأي نوع من أنواع الجفاف الجفاف مش نوع واحد ده أنواع كتير ولازم طبعا في بقى فيه كشف وقد يستلزم إجراء بعض الفحوصات عشان نحدد نوع الجفاف بالزبط عند المريض ونحدد إمكانية هو يستفيد من هذا النوع من الجلسات ولا لأ ممكن جدا يستفيد من الجلسات ونقوله لأ مش ده العلاج المناسب بتاعك انت علاجك أطرة بس أو علاجك جلسات تنظيف الجفون أو علاج السددات للقناة الدمعية عندنا أوسائل كتير فهنا ده دور للطبيب إنه هو بيكشف يجي يعمل فحوصات وبعدين نقول والله ينفع هذا النوع من العلاج أو لا فالجلسات النبضات الضوئية عالية التركيز تنفع فبعض حالات الجفاف لايض مش كل الحالات السؤال التاني عدد الجلسات قد إيه الفرق بين الجلسة وجلسة؟ هو طي كان اتفق البروتوكول العالمي من ثلاثة إلى أربعة يعني يفصل ما بين كل جلسة والتانية أسبوعين أو شهر يستلزن ثلاث جلسات ممكن أربعة جلسات فقط الزمنية للجلسات دي؟ ما فيش ده ثواني اللي إحنا شوفناه ده دوريشن اللي إحنا بنشوفه على فكرة هي النبضات الضوئية بالمناسبة هي مش ليزر والنبضة الضوئية تقريبا في حدود 30 ميلي سكند يعني 30 من الألف من السانية بموجات معينة بطول معين علشان هي دي اللي بتعالج الالتهابات الموجودة في الغدد الدهنية اللي بتفرز المادة الزيتية في العمين هل نستغني بالجلسات الضوئية عن الأساليب الأخرى زي الأطارات؟ أشكرك على السؤال ده طبعا لا ما ينفعش نحنا بنقول ده عوامل مساعدة ما بنقولش إن ده بديلة يعني ده بتساعد في تقليل درجة جفاف العين لكن هنا المريض برضو ملزم هم يستخدم الأطارات المرطبة بس على سبيل المثال ممكن المريض يستخدم الأطارة بدأ ما يستخدمها خمس ست سبع مرات في اليوم ممكن يستخدمها مرتين تلاتة في اليوم أنا شخصيا عندي بعض المرضى بعد لما عملنا له من الجلسات دي من أول و تاني جلسة بيقولك أنا باخد الأطارة مرة مرتين في اليوم بس ما بحتاجش أحطها أكتر من مرتين في اليوم وده يعتبر نجاح كويس جدا بس بنأكد برضو إن إحنا بنستخدم الأطارات دي على سبيل المثال برضو نشرح على الطريقة التانية إن إحنا بنحسن مستوى الجفاف يعني في بعض الناس عندهم درجة الجفاف عالية جدا حوالي 70% بناء على القياسات أو الفحوصات اللي إحنا بنعملها قبل وإحنا بنفحص المريض هنا بنحسن درجة الجفاف من 70% إلى درجة من درجة شديدة أو درجة متوسطة إلى درجة بسيطة اللي هي تتعالج بالأطارة بس فهنا مش بنلغي أو مش بنعالج الجفاف بصورة نهائية لكن بنقلل أعراض الجفاف بنقلل الاعتماد على أطارات الترتيب بدل ما المريض يستخدمها أكتر من ثلاث مرات يوميا هيستخدمها مرتين ثلاثة بس في اليوم ممكن أجرر الجلسات تاني بناء على رغبتي؟ آه طبعا ممكن جدا أنتوا ما فيش أي أضرار من الجلسات عادة ممكن تعملها ثلاث جلسات البروتوكول العالمي بيقول ثلاثة إلى أربع جلسات والله عايش تاعدهم بعد ست شهور بعد سنة ما فيش مشكلة ممكن على رغبة المريض طبعا أعمل مجموعة من العلاجات آه ده سؤال مهم جدا ممكن في بعض الدرجات العنيفة من جفاف العين ممكن استخدم سدادات القناة الدمعية مع جلسات الـ IPL اللي هي جلسات النبضات الضوئية العلية التركيز ممكن استخدم معاهم حاجة تالتة زي جلسات تنظيف الجفون البليفكس اللي احنا تكلمنا عليه قبل كده في حلقات سابقة طبعا كل ده مطروك على حسب حالة المريض ورأي الطبيب المعالج آه في أضرار للنوعية دي من الأساليب العلاجية؟ آه ما فيش أضرار تذكر يعني إذا كان بنكلم على أضرار فبعض الناس ممكن يجي لهم إن هو الجلد لونه ممكن مثلا يتغير ده نسبته واحد من عشر في المية يعني واحد في الألف ده لو يعني واحد أصمر قوي يعني حاجة زي كده لكن هل في أضرار من الجلسات النبضات الضوئية؟ لا ما فيش أضرار خالص بدليل أن أنا شخصيا عملتها النفسي وما حسيتش بأي مشاكل خالص يعني عملتها من كذا شهر هنا دي الصورة أنا بعمل الجلسة هنا هوت يعني آه يحط جل كده هوت وبتعمل الجلسة وفي الآخر ما بحسش بأي مشاكل خالص بالعكس أنا حسيت بتحسن بعد الجلسة مباشرة كان بيجي لي حرقين كتير قوي في نهاية اليوم علشان إحنا عاديين قدام من الكمبيوتر فترات طويلة وبستخدم قطرة الترتيب بس برضو ما كنتش مستريح قوي لكن بعد الجلسة لا حسيت بتحسن كبير خاصة إحنا فترة الصيف دلوقتي وعارفين إن أعراض الجفافة هتبقى زيادة عن بقية فترات السنة الناس اللي بينبسوا عدسات لسقي يعملوها عادي آه طبعا ما فيش مشاكل خالص ممكن يعملها حتى وهو لابس العدسات بس يستحسن يبقى قليل العدسات وقت الجلسة نفس يعني إن ألا ألا أساو نعمل له جلسة ورجع حالة تاني آه وهو مهم جدا هو بعد الجلسة بيرجع يسوق العربية تاني بنتسير كتير قوي طبعا أنا بعد الجلسة عارف أسوق العربية هعارف أروح البيت ولا أجيب حدي يسوق لي العربية لا لا ما فيش أطرات توسيع ولا زغلالة ولا الكلام ده خالص بتاخد الجلسة بتاعتك وتمشي على أطرات الترطيب بتاعتك زي ما أنتو كنت ماشي قبل كده هو بس بمعدلات أقل لكن بعد الجلسة مباشرة تاني ترجع تسوق العربية عادي جدا فيش أي مشكلة خالص السن يعني هل فيش أولاد صغيرين بيعاني من جفاف وفي ناس كبار قوي بيعاني الاتنين مناسب ليهم من نوعية دي مناسب بس الحصن الحظ للأطفال الصغيرين إحنا ما فيش دراسة عملت حتى هذه اللحظة على الأطفال الصغيرين والحصن الحظ للأطفال الصغيرين ما عندهمش درجة عنيفة من جفاف تستلزم هذا النوع من الوسائل المساعدة يعني عادتها بنكتب الأطفال الصغيرين أطرات ترطيب بس لكن هل إحنا ممكن نستخدم هذا النوع من الوسائل المساعدة مع الأطفال لسه ما قدرش أجاوب بصراحة إن مفيش دراسة عملت على الأطفال لأسباب أخلاقية إن صعب إن أنا أجيب طفل واجرب عليه وانا مش عارف اذا كان هيبقى لها تأثير سلبي او ايجابي الجفاف مشكلة مزمنة تستدعي العلاج مدى الحياة؟ اه ده اشكرك بشدة على السؤال ده ان ان هو ناس يقولك انا هاخد القطرة قد ايه نقوله خدها مثلا تلت مرات في اليوم تزود على حسب احتياجك تقلب يعني مثلا بنقول تلت مرات في اليوم مثلا نزلت مصيف احنا في الصيف دهوقتي نزلت مصيف وفي طيرات هوا وطراب وفوار في الساحل وحرارة عالية هتاخد القطرة اكتر من 3 مرات في اليوم في الشتاء الجو لطيف هتاخد قطرة اقل من 3 مرات في اليوم هتوقف امتى؟ مش هتوقف توقف وترجعها زي ما انت عايز انا بشبه جفاف العين بالضغط والسكر دايما بقول المريض انت دلوقتي ادوية السكر سواء انسولين او ارس هتوقف امتى؟ يقولك لا انا همشي عليها طول الحياة مدى الحياة؟ طول ما فيه سكر طول ما هيبقى فيه انسولين او اقراص عشان تنزل تنظم بالضغط عشان تنزل نسبة السكر في الدم طول ما احنا عاديد بنصهر طول ما احنا عاديد قدام الكمبيوتر طول ما احنا عاديد من التعرض لطيارات هوا جاف من التكييف وطول ما احنا بنستمر في عمل يعني صهر وقلة نوم هيبقى فيه جفاف فلين فاحنا محتاجين نستخدم اطراط الترطيب أوقات معينة نستخدم أطراب بكسافة عالية أوقات تستخدمها بكسافة أقل أوقات على مدار السنة ممكن ناخد وسائل مساعدة أو لا على حسب درجة الجفاف لكن الستانتر بتاعنا أو الأساس هو أطراب الترطيب مدى الحياة بس مش لازم تلتزم بموعيد سبتة ممكن تحط مرة الصبح الظهر بالليل مرة يوم تاني تحط مرتين في اليوم بس ما حتكتش تحط أطراب كتير يوم تالت ما حطتش الأطراب خالص مش هيحصل حاجة يوم رابع حطت الأطراب خمس مرات في اليوم كنت تعرضت بطائرات هوا أو نزلت في مواقع مثلا زي المهندسين بنزلوا في مواقع عمل أو بناء هي بتختلف من شخص للتاني وعلى حسب الوظيفة لكن احنا بالخبر الكويس أن احنا نستخدم الأطراب زي ما احنا عايزين عندي ثلاث فقرات كل فقرة فيها احتمالات هتنقل لي الاحتمال وتقول لي التعليل لاختيارك هذا الاحتمال ايه وبمنتهى الجرأة كعادتك تعالوا نبدأ في المحطة الأولى يلا بينا المحطة الأولى في لابيض والاسود أو الرمادي جفاف العين مشكلة بسيطة ليس لها مخاوف أو أضرار كبيرة أو مضاعفات ممكن الإنسان يخاف منها أو يقلب منها أبيض والاسود ولا رمادي لا رمادي إنها هي مش مش مشكلة خطيرة لكن مزعجة فعشان كده ما اددتش لا الابيض ولا الاسود لو هي خطيرة كنت هديها اللون الاسود لو هي بسيطة كنت هديها اللون الابيض لا هي بسيطة بس مزعجة مزمنة المحطة التانية المريض اللي بيدخل يجيب أطرة لأنه عنده كل الناس عند العرب صبون فكله أطرات يجيب أطرة إن شاء الله حتى يجيبها من واحد صاحبه ويستخدمها ويحط أطرة جنبها وأطرة جنبها هو عنده القصة أطرة ده متهم ولا جاني ولا بريئة ده يعني أطرة أقول إن هو جاني جاني على نفسه جاني على نفسه طبعا يعني إن هو ممكن الأطرة دي ما تناسبوش خالص أنا بستبعد أطرات الترتيب فيه ناس بتحب تاخد أطرة كده على علتها تطلع بقى أطرة الترتيب مضاط حيوة أطرة ضغط عين أطرة أي حاجة فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا فيه ناس بتحط كمان عسل آه عسل نحل فطبعا آه كتير عسل في عينهم آه وبيحرى العين جامل جدا بس هو مقتلع إنه ده بيعالجه بس طبعا للأسف ملوش أي أساس علمي من الصحة فطبعا ده جاني على نفسه على فاكرة ده مش بتعرض مع الحديث النبو الشريف فيه شفاء احنا قلنا عن كده شفاء شفاء انت شفاء هتتناوله هتتناوله وفيه شفاء مش الشفاء يعني فاش ألف أولاب فيه شفاء لحالات معينة لحالات صحية معينة لكن مش الشفاء الشفاء لو فيها ألف أولاب يبقى الشفاء لكل شيء لكن هي فيه شفاء من أشياء معينة لتهابات معدى مش عارف إيه ميكروب في المعدة عسر هضم حاجات البسيطة اللي كان في الزمن ده لكن احنا بوزنا صحة الناس بكل الملوثات الصحية فبقى فيه أمراض مستحدثة فكانتش على قاعد النبو عليه الصلاة والسلام فعشان بس معدش يقول إيه إلحق الدكاتر يا عام بينكروا بتاعه فلازم أول ما بيجي سرط العسل لازم أفهم الناس لا لا ننكرش طبعا خالص بس الاستخدام الصحيح للعسل نعم مفيش حاجة سبقى حط عسل على جرح كمان بالزبط يعني الاستخدام العسوء عسل على الجروح في مرض السكر ده خطر جدا في العيون اه والله أبقى الطعام المحطة التالت وشك أم يقين الليزج ملوش علاقة بجفاف العيون واهم ولا شك ولا يقين لا واهمة طبعا لا ليه علاقة وطيدة طبعا يعني الليزج معروف انه بيعمل جفاف العين وإحنا بنحذر أو مش بنحذر يعني بنقول دايما أي حد جا يعمل الليزج لازم نفحص جفاف العين كويس قوي ودي من الحاجات الجديدة كنا زي ما بنعملش الفحوصات دي كنا بنعمل اه أوكي انت بص على الأنك انت ماشي قراني بتاعتك شكلها كويس يلا نعمل الليزج وخلاص لكن ما كناش بنالتفت قوي لموضوع جفاف العين لقينا دلوقتي نلتفت لجفاف العين قبل الليزج وبقينا نعالج جفاف العين قبل عمليات الليزج وبعد عمليات الليزج وبننبه في بعض مش هقول مرضى بعض المترددين اللي عمل عمليات الليزج ان هم هيحتاجوا لعلاج جفاف العين في صورة أطارات أو في صورة جلسات زي ما قلنا قبل كده هو بعد الليزج فلازم اللي هيعمل الليزج فاهم إنه هو هيبقى فيه جفاف لين هيستمر ما بين شهرين إلى ست شهور فلازم نحن نعالج الجفاف ده كويس قوي قبل الليزج وبعد الليزج كمان بنحط يعنينا على المريض عشان لو هو متضايق وحاسب عرض الجفاف برضو بنعالجها بالأطلاط أو بغيره يعني جلسات النبطة الضوحية الثقافة في العالم الغربي حولها كبيرة هل ترى إنه في العالم الشرقي وصلنا للثقافة المناسبة لقيمة هذه النوعية من الأساليب العلاجية؟ لا لسه هي دي لسه حاجة نزلة جديد في الشرق الأوسط يعني هي موجودة في العالم الغربي يعني أولا لقت انتشارا وبادئة الأبحاث بقت منتشر أكتر من حوالي 2017-2015 ظهر الموضوع ده ظهر بانتشار كبير واتعملت عليه دراسات وصل عندنا بس لسه الناس مش مستوعبة وخايفة ومترددة قوي في موضوع الجلسات دي وده بقول حاجة هي مش ليزر علشان الناس كتير بتبقى خايفة يقولك أنا هعمل ليزر جنبانية طب ممكن يعمل مشاكل يعمل كذا لا هي مش ليزر هي ضوء وفرق شاسع ما بين الليزر والضوء الدوء ده ضوء زي ضوء اللمبة بتاعدي بس بنختار موجات معينة علشان تدي التأثير اللي احنا عايزينه لعلاج جفاف العين انا بقى الدعوة ما زالت مفتوحة وموجودة باستمرار واحنا دائما منسعد وبنفتخر موجودك معنا لكن فيه أجزاء كتيرة وخصوصها المتعلقة بحاسك الأخيرة انا بتابع طبعا بحكم تواجدنا معا في الكثير من المنصات انا بتابع كل الأبحاث اللي انت بتشترك فيها متعلقة بالمية البيضة بالأحدث في التعامل مع مشاكل المية البيضة بالأحدث يعني عايزين نشارك الناس صحيح الكلام هي بصعب عليهم التغيرات مثلا اللي بتحصل فيه البوسيرو الكابسول بتاع أو البوسيرو البارت بتاع الكورونية بعد مية البيضة عايزين نتكلم على زراعة العنسات لانه على فكرة يعني انا بتابع أبحاث كديرة فيه تطور كبير انت نشرته في زراعة العدسات بعد أو لتصعي الإبصار أو بعد المية البيضة تكنولوجيا تقدمت في الموضوع ده فعايزين ننقل للناس الكلام ده هيفهموه أكيد أكيد إن شاء الله في حلقات قادمة ممكن نتكلم على الجديد في العدسات المزروعة مع عملية المية البيضة وفي حاجات فعلا ظهرت جديدة وتعمل عليها أبحاث وجابة نتائج حيلة انت نورتنا الله يخليك القيمة الألماء الكبيرة والإسم اللامة واحد من ميجستار الأنتير والتشيمبر وبلا شخصية نفتخر بوجودها معنا في الناس الحلوة في الدكتور قدم الكبير كتير للثقافة الخاصة بعالم مثير جدا وعالم العيون وكان نقلة نوعية كبيرة في وجود أكاديميين كبار في عالم الثقافة الإعلامية هو أضيف العزيزة القمال الألماء الكبيرة الأستاذ دكتور رحمد عصاف أستاذ طب وجرحات العيون بكلية طب جمعت عن شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو جمعية الأمريكية لطب وجرحات العيون والجمعية الأمريكية لجرحات المياه البيضاء وجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار وصحة بـ 29 بحث علمي منشورة في الدوريات الدولية وأكثر من 100 بحث علمي في المؤتمر السنوي وجمعية الأوروبية نورت الناس الحلوة الله يخليك بشكر برنامجه وبشكر الناس الحلوة أشكرك شكرا جزيلا خليكوا دايما مع ناس حلو